دخلنا خلاص في مرحلة الجد وبدأ فعليا من النهاردة الصمت الانتخابي وده طبعا الخاص بالانتخابات الرئاسية المصرية الفين عبعة وعشرين طبعا بتتوقف بقى الدعاية في الانتخابات للمرشحين داخل مصر على مدار يومين لهم يومين الجمعة والسبت طب ده ليه ليه بتتوقف في الدعاية في الفترة دي عشان اتاحة الفرصة للناخب عشان يختار اللي هو عايزه واللي عايز يرشحه من غير ما حد يكون يأثر على تفكيره او يعني يدوله بفرصة يفكر براحته يعني طب ايه اللي بيحصل كمان في الصمت الانتخابي الدولة نفسها بقى بتمنع تماما خلال الصمت ده ممارسة اي نشاط دعاية من قبل السادة المرشحين طبعا او حملاتهم عشان يتاح للسادة المواطنين بقى التركيز التريوس هيختار المرشح مين من السادة الاربعة اللي هو طبعا بيرغب في انتخابه خلال بقى فترة الصمت الانتخابي دي وسائل الاعلام بتقوم بعملية تسقيف ده دورها بقى الحقيقي للناخب من خلال حجدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وطبعا المفترض ان وسائل الاعلام في هذا التوقيت ليس لها مصلحة تجاه مرشح معين احنا مفترض ان احنا جميعا مصلحتنا مصر فعشان كده الاعلام بيتكلم عن ايه يتكلم عن اهمية المشاركة شكل ورقة الانتخاب جوه من داخل اللجنة هتبقى عاملة ازاي انت هتصوت ازاي اماكن التصويت واللجان الانتخابية دور اللجان حتى القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها طبعا من المعلومات التسقيفية لو ده دور الاساسي المنوب بالاعلام في الفترة دي برضو لازم نتكلم عن الاستعداد للانتخابات يعني خلينا اقول لكم ان المستشار احمد من داري مدير الجهاز التنفيذ الهيئة الوطنية للانتخابات اعلن عن ان الهيئة خلاص انهت كافة الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في موعدها المحدد ايام الحد والاثنين والثلاث من الاسبوع اللي هو هيبدأ ان شاء الله من بكر ده كويس كمان المستشار احمد من داري قال ايه ان عدد لجان الاقتراع الفرعية اللي هيدي فيها طبعا الناخبين بأصواتهم بتبلغ حوالي 11631 لجنة طب بداخل قد ايه 9000 خلي بالكم الرقم ده 9300 76 مركز انتخابي ما بين بقى مدارس ملاك الشباب وحدات صحية حسب الاماكن اللي هي تم اختيارها وخلي بالكم الاماكن اللي بيتم اختيارها مش عشوائي كده لا بتبقى فيه كتل سكانية مين كتل سكانية شمال عدد معين من الناس المكان نفسه الخدمات اللي ممكن يقدمها ايه حاجات كتيرة لها بتراعة يعني وقال ايه كمان المستشار ابن داري قالك ان في 15 الف اه مواطن من مختلف الجهات والهيئات القضائية هتولوا الاشراف على الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر ما بين ايه بقى سواء كان قالك رؤوساء لجان فرعية او لجان حفظ تمام وتصحيح الان 15 الف قاضي عفو مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اكد انه وضع في الاعتبار التيسير على مين بقى كبار السن من الناخبين وزو الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية ودي النقطة اللي احنا حقيقي بنحيي فيها الهيئة الوطنية للانتخابات خلي بالك انت بتتكلم في رقم مهول اكتر من 60 مليون مواطن له حق الانتخاب مصبوط اكيد فيهم ناس يعني ربنا يشفي الجميع طبعا ويقوي كل واحد فينا يعني بيبقى محتاج لظروف صحية ما معاملة مختلفة مظبوط جميل جدا الهيئة الوطنية للانتخابات راعد الناس الكبارة في السن موضوين لهم مداخل معين معمول حسابه وشان كده بقولكوا دايما المقارات مش اختيار عشوائي كده ما ينفعش لا طبعا كل حاجة مدروسة كبار السن هيطلعوا ازاي اللي جان في الدور الارضي موجودة بشكل معين طيب المرافق موجودة برضو ولا لا حد نمحتاج مثلا خدمات معينة تبقى موجودة فانا بقى احيي الهيئة الوطنية للانتخابات حيي انها راعد جدا مسألة كبار السن وايضا راعد مسألة اخواتنا من زاوي الهمام برضو تسهيل الامور عليهم واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده كمان حتى طريق برايل موجودة اه في الانتخابات عشان اللي محتاج غير كمان خلي بالكم من حاجة واحنا اكدنا عليها قبل كده سيادتك كناخب لو محتاج اي حاجة رجاءا بلا ادنى خجل روح للقاضي الموجود داخل اللجنة اقول لو سمحت انا محتاج افهم كذا ما فياش حاجة خالص ده حقك على فكرة ده حقك انا والله مش فيهم كذا معينة طبعا محتاج حاجة معينة انا مش تلاقي كذا هو هيدل لك في ساعت وعلى فكرة الموضوع ده سادة القضاء الافضل بيعملوه بكل اريحية يعني يعني الموضوع ما فيهش اي نوع من الانواع الازعاج ده شغل بيتب كل واحد مننا بيقد دور انا هنا هقد دوري سادة القضاء الاجلاء هقد دورهم انت كناخب لازم هتقد دورك عشان كده واكد ودايما هواكد وارجوكوا اسمعوني في الجزئية دي اوعوا تصدقوا الكلام اللي بيتقال ان الانتخابات الرئاسية الهدف الاسمع فيها والاكبر هو فقط مجرد اختيار احد من السادة المرشحين الافاضل للفوز بالانتخابات لا طبعا هو هدف وهدف سامي لكن مش رقم واحد صدقوني رقم واحد في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها هو مصر هو صورة مصر هو ان انت تبعث رسالة للعالم كله لو بيكرهك غير الناس اللي بيحبونها طبعا دول على دماغ انا انا بتكلم في جزئية معينة ايان ومعروفة للكل انك قادر رغم كل الظروف ورغم كل المكايدات ورغم كل المضايقات ورغم كل الضغطات انك تنفذ هذا العرس الانتخابي بشكل لايق اول حاجة في الشكل اللي اخوة ايه المشهد الانتخابي نفسه اول حاجة هو المشهد امام صناديق الانتخابي فهو حد بس يعني يختزل لقصة ان اخواننا الانتخابات دي وما فيش منها هدف غير بس اختيار احد من السادة الافاضل اللي خاضوا الانتخابات اللي هو ينجح مين دي قال لحد ذلك كلام ده هو هدف سامي طبعا لكن الهدف الاولان يصدقوني هي الرسالة اللي هنبعتها يوم عشر وحداشر واثناشر الناس كلها لما بيضربوا فينا لما شغالين ضغط علينا اللي هو بيقولوا الناس ايبوا سينا اللي هو بيقول لك طب بس خدوا الجماعة الفلسطينية عندكم ضيوف خمس ست سنين والله طب ما ييجوا يا سيدي عندنا العمر كله كضيوف بس ولكن ارضهم ودولتهم لها معالم ومحددة ومعا جواس سفروا ما ييجي كده اين مشكل ما ييجي والساسمر معايا ويبقى عاد معايا ويعيش عمره كله اهلا وسهلا بس انا عارف بيته فين وتليفونه فين وفي شارع ايه ومعا جواس سفروا وعالمه مرفرف على كل حت يعني لا منطق وضغوطات سيئة والناس اللي عندهاش ضمير وهنا في غزة بمكيال وفي اوكرانيا ما تسمعش الكلام ده ما تسمعش موجدين ما يعرفوش طريبا ان في حرب في اوكرانيا يعني بنعاني من حاجات كتير وخلي بالك بس هارجع بيكو بقى الورا شوي فاكرين القائد الهمام محمد علي فاكرين ايامه اظن الناس كلها بالحد لحظات قريبة يعني يقول لك عصر النهضة الحقيقية كان في عهد محمد علي بس فيش اي حاجة بعد كده وللامانة حتى لو كن منصفين لا طبعا ورائد النهضة في التوقيت ده كان محمد علي ده اكيد يعني ما نتكلم عن تلسانة البحرية في اسكندرية مين اللي عملها محمد علي الطرع والمصارف والاحواض اللي احنا شايفينها القديمة اللي عيشنا عليها سنين لحد من ثمان سنين فاتوا بس كان مين كان محمد علي فاكرين الالاطر الخيرية والحاجات دي كدفعها دي مين محمد علي لما محمد علي عمل النهضة دي كلها المصر الناس قفيت له قفيت له برافو انت مع شعبك انت راجل محترم وعايز تخلي شعبك بكويس يلا بنا ايدنا في ايدك دبحو دبحو يا فندم رجعوا التاريخ يا سيد اعتبرنا انا راجل منحاز لمحمد علي اعتبرنا انا راجل بابنقلكش الصورة كويس ارجوكوا اقروا سرشوا كده على محمد علي دبحوا محمد علي قالوا له ايه ده انت عايز تعمل نهضة في مصر انت عايز تخلي مصر دولة كبيرة لا لا بعد اذنك وقتها كان الهجوم على الدولة التركية كبيرة صح ولا ايه؟ ويجب ان تتخلصوا ويجب ان تتخلصوا من هذه الدولة العجوز وهو فجأة دور على محمد علي اجتمعوا كافة على محمد علي يعني وخلصوا عليه ليه؟ عشان عايز تعمل حاجة واحدة بس عايز يعمل نهضة في بلد في بلد اسمها مصر يا سلام كان ده شيء كبير جدا وتحارب حرب ما بعدها حرب عشان تعرفوا بس ان مصر يشوفوا مستهدفة من امتى؟ وكأن احنا كمصريين مش مسموح لنا ان احنا نعدي مثلا هذا الحاجز في التقدم لا تبقى الحد هنا بس عشان دايما تبقى محتاج عشان دايما ان القرار ييجي من بره عشان كده لا احنا دلوقتي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بدأ يعمل خطوط حمراء لا طبعا الكلام مش عاجب ناس كتير او عدتكونوا فاكرين ان ازمة الدولار الموجودة حاليا دي ازمة حقيقية او ان الدولار فعلا سره الحقيقي يوصل للسار الموجودة لا طبعا او فاكرين اللي بيحصل في سد النهضة ده طبيعي ان اسيوبيا دولة تحتاج الى ماء وكهرباء اسيوبيا جماعة دي فيها منابع النيل الماء عندهم مهضر الماء عندهم مهضرة اصلا مش محتاجين ماء ولا حاجة لكن هي سياسات انتو فاهمين غرض بالنهاية عشان كده اللي ما بنقول لكم اوعوا تصدقوا ان فكرة السباق الانتخابي هو الهدف الوحيد والاسمة واللي ما فيش غيره هو اختيار احد من السادة الاربعة الافاضل المرشحين لتولي رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات في الدورة القادمة فقط ما بيش حاجة تانية اللي بيقول لكم كده صدقوني ده راجل بيحط لكم السم في العسل لا يا فندم في شيء اهم واسمة هو ايه جمهورية مصر العربية كمشهد لابد ان يتم تسويقه للعالم وده عمر ما هيكون من خلالي انا انا راجل عندي برنامج بقدم فيه ساعة ساعتين حضراتكم يعني كسادة افاضل مشكورين بتشوفوني فيه وخلاص بقد دوري وبروح لكن مشهدكم الانتخابي وقفكم امام اللجان بكسافة رفعين على المصر صدقوني وانت في اللجنة ارفع علم بلدك دي رسالة دي الرسالة الحقيقية اللي بتخلي اصوات كتير قوي تدرى منك ققفوا طوابير دي الرسالة الحقيقية اللي بتروح للناس اللي هم اهل الشر وبتهدتهم بمعنى الكلمة خلي بالكم انا حكيت لك بس الجزء كده عن محمد علي محمد علي ده تاريخ بحاجات كتير جدا اشتركوا في القناة